أيضاً إنجازات جديدة بالرياضات الفردية الآن مع السباحة ولكن السباحة طبعاً بتفاصيلها ربما خارج الأحواض فيها كثير من التفاصيل لأفضل ناشئ على مستوى العالم خلينا نشوف شو القصة مع ضيوفنا نرحب فيهم نرحب بالمدير الفني للمنتخب الوطني الكابتن أحمد العكوش أهلا وسهلا فيك وكذلك سيري الحرازني أهلا وسهلا فيك أفضل ناشئ في العالم صحيح؟ كابتن أفضل ناشئ في العالم نعم طبعاً نحن بالأساس وشعبتك العافت سيري الحرازني لعبنا هو أفضل لاعب في سنة 2022 أفضل ناشئ في العالم شارك بأربع جولات من أصل ست جولات في هذه البطولات بطولة كأس العالم للأندية ممثل عن نادي مدينة الأمير حمزة جميل تمام؟ وأنا بالمقابل أنا برضو مدير فني نادي مدينة الأمير حمزة اليوم سيري تميز وأبدع في حدث عربي تاريخي لأول مرة في تاريخ الأردن قدرنا بسنة 2022 يحصل على أفضل لاعب ناشئ عالم فتكملت الأحداث والأمانة استقبلنا معالي وزير الشباب الدكتور أحمد النبلسي محمد النبلسي الدكتور محمد النبلسي لقانا وهنأنا بهذا الإنجاز العالمي كإنجاز تاريخي عربي لأول مرة يصير وهذا الحكي طبعاً إجاة تولد من تعب وجهد من خمس سنوات تعب من خطط قصيرة المدى وطويلة المدى أثمرت بحمد الله أنه لاعبين نادي مدينة الأمير حمزة اليوم كأفضل لاعبين في العالم ناشا منقدر نشارك في بطولات دولية اسمنا يعني باقي الدول العالمية العظمة بيستنوا إحنا مشاركين بهذا السبقات حسبين حساب لأنه سيري دايماً الأول طبعاً إحنا قبل ما ندخل أي بطولة إحنا ندخل إلى ستارت لست بالبداية ببيننا شو الأسماء وشو الهيتس أو التصفيات الموجودة دائماً السباح الأردني سباح نادي مدينة الأمير حمزة بيكون الأول في هذه المجموعة بيكون بالحارل اللي بنص الحارل بالنص والأول في هذه المجموعة في سباحة الزعانف طيب نعم بدنا نروح للشارك نعم سيري سيري حرازنا هلو سيريك أنا فيك يعني بيحكي لي أفضل لا شيء بالعالم أنا بيكون مبسوط أمام أفضل شخص بيكون هو الأفضل على مستوى العالم بيكون شاب أردني سيري حكينا شو قصتك مع السباحة كيف بلشت وكيف شايف أمورك بهذه البطولة قصت مع السباحة بلشت كنادي صيفي أو كهواية هيك عادية بعدين اتطورت يعني الحمد لله انتقلت من دورات صيفية انتقلت لنادي الأمير حمزة انتهت هذه الدورات انتقلت في المدرب كابتن أحمد لعكوش اكتشف أرقامي يعني قاعد معي على جنب حكالي انه أرقامك تقارن بأرقام العالم تقدر توصل تقدر توصل ميداليات تقدر تجيب الحمد لله كتب برامج تدريبية أبدا ما قصر زي ما قدر نحكي كان سيف الهند في المعارك ماشراء الله يا هذا جاهزين سيري متفوق دراسيا سيري من أوائل في محفظة العقبة برضو دراسيا تبارك الله والحمد لله قدرنا نوصل في سنة 22 شاركنا في بطولات اللي هي أربع رندات قدرنا نحصل أكتر عدد نقاط جيبنا كما حكينا اللي هي أول أفضل سباح أفضل سباح في العالم ناشئ يعد هذا أفضل أول إنجاز عربي والحمد لله اللي قدرنا نحصل برضو ميداليات كم عمرك سيري الآن أنا حاليا 17 سنة العمر كله طيب كابتن شو المسافات اللي بشارك فيها سيري سيري سباح ميدل أو سفاء سباح مسافات متوسطة وطويلة يعني بتبلش من 200 متر لحد 1500 متر هو متخصص فيها قسباح تحمل الحمد لله يعني حاليا إحنا كأكبر حدث عنا متجهين لبطولة العالم للناشئين اللي ستكون بالقاهرة بشهر ستة حاليا إحنا السنة هيا شاركنا بثلاث جولات مع نادة مدينة الأمير حمزة كلعب بنادة مدينة الأمير حمزة اللي هي بإيطاليا وهنغاريا وليتوانيا حصل من خلالهم سيري دهبيتين وأربع فضيات وبرمزية ما شاء الله يعني الحمد لله هو حاليا برضو بالريكورد مصنف كأعلى تجميع نقاط إنه برضو للسنة نحافظ على إنجازنا إنه نكون كأفضل سباح ناشئ في العالم في لسنة 2023 للسنة كابتن أحمد كله بتحكي فيها بطولات دولية بطولات عالمية اتحاد دولي معتمد بشكل واضح وضمن الكلندر تبع الاتحاد أنا بحكي بس أنا بس ألو بسعار بالجواب في كالندر دولي محطوط إحنا منشارك بهذه الراوندات كنادي الأمير حمزة كل احترام لإله على مديره طبعا الأستاذ أحمد الحسن بشاركه طبعا رغم قلة يعني صعوبة الظروف نحكي إحنا منشارك عشان من حيث المحافظة على الإنجاز وثبات لإسم النادي رح أحكي عن نادي المدينة لأنه أنا بكون سعيد أنه القضية مش بس قضية اتحادات لأ لما نشوف نادي تابع لوزارة الشباب وبيقدم هذا الدعم وهذا الاهتمام هذا شيء يعني بدنا نعززه طبعا القضية مش بس قضية الأندي ولا قضية اللاعب لوحده طبعا نشوف نادي تابع لمدينة مدينة الأمير مثلا حمزة في العقبة ومثال في كل المدن الرياضية نشوف هاي الأندي تمارس دورها في دعم الشباب هذا شيء ممتاز ورح أتحدث عنه شري أرقامك ممتازة قديش ساعة بتقعد في الميب اليوم كيف قادر تنظم وقتك وشو طموحك بصراحة حسا بخصوص برنامج تدريبي برنامج تدريبي ببلش في أوقات سابت 2-4 بتكون جيم صباحي الساعة 6 الفجر بيقالي الساعة 5 المساء بيكون عندي تدريب صباحة بتكون ساعتين لساعة ونص بخصوص أوقاتي والبرنامج فأنا داخل على توجيهي اللي هو بيحكو منطقة مصيرية حاليا ولا ترتع عادة شغلة بسيطة خليك اسبع وانت بتسبع حدرس بس الحمد لله زي ما حكينا داخل على توجيهي ومدرستي أبدا ميم قصر الرهبات الوردية الحمد لله اللي هي مديرة دميانة بدر قدمت لي منحة الثالثة على التوالي حلو الله ثالثة منحة دراسية نعم حلو في مهم كل الشكر إليها طبعا أكيد طبعا لو قد نام الحمد لله نقدرنا في بطولات كأس العالم نحقق إنجازات زي ما حكينا كابتن أحمد في بطوط القاهرة تعدل هي أكبر بطولة هي أولمبيات بالنسبة لنا إن شاء الله إن شاء الله لو نقدر نجي فيها ذهبيات ورقم العالم رقم العربي إن شاء الله بعيد الرقم العربي؟ لا لا هو يعني أحكي لك عن ثانيتين فقط ثانيتين بسباحة بده نسمح بالتمامية مثلا في سباقات معينة مش صعب الثانيتين كل ما قربنا المسافة تكون أصعب كل ما طولت تكون أسهل أحمد بشكل سريع دور مدينة الأمير حمزة نادي المدينة هناك وزارة الشباب ممثلة بوزير الشباب اهتمام بهذا القرش الصغير خلينا نسميه القادم قديش مهم نحكي عنهم حتى نعزز دورهم ومزيد منه نعم طبعا نادي مدينة الأمير حمزة بضم فيئات عمرية لأكثر من 140 سباح حاليا موجود بالعقبة لما نحكي إحنا بالعقبة بدك تراعي العقبة مدينة نعم كمدينة وكبعدنا الأمانة الأضواء تتوجه العقبة بشكل قوي بفيدنا بخدمة الرياضة أننا نعمل رياضة صيحية للعقبة اليوم نظرت ولي العهد للعقبة صارت مختلفة كوجهة نعم حاليا موجود معنا فمتابع فهذا الحكي خلل البوصلة تتوجه للمكان السليم كالكل يشتغل في المكان ويبدع بالرياضة نادي مدينة الأمير حمزة 140 سباح تقريبا ها دور السباحين بيقضوا بالمسبح من الساعة 7 إلى الساعة 12 أو واحدة بالليل مدير النادي ومسؤول النشاط الرياضة أستاذ أحمد الحوامدة وأستاذ أحمد الحسن هو مدير النادي فاتحينا باب النادي لجميع الأوقات كل الدعم وزارة الشباب تتطلع أنه على تنمية دور الشباب رياضيا طبعا دور الرياضة هو الرياضة التربوي ثقافي بتنمي شخصيته موهبته أفضل من التوجه أكيد أنا معك نعم وأهمية أننا اليوم نحن نلاقي حالنا في دور الرياضة الفردية كسباحة الزعانف الرياضة الزعانف حاليا بالعقبة صارت يعني شي خاص للعقبة شي مميز للعقبة العقبة كلها بتعرف الحمد لله عن إنجازاتنا وعنا لأنه صارت نطلع أننا نوصل للعالم كيف نوصل للعالم من رياضة سباحة الزعانف قدرنا نعمل ونتحدث أبنى اسم هذا الحكي أدى إلى هو قبول مجتمع كبير فيه متابعة جدا من الجميع نتمنى الأمور تطور الأحسن نوصل لرعاية أفضل ونوصل نتمنى هذا الحكي بالمستقبل وإن شاء الله القريب بالمقابل أكيد وزارة الشباب داعمة لأبعد الحدود يعني إحنا معالي وزير في آخر جلسة إله بعد ما روحنا من آخر بطولة بولندا في 2020 لم يسر أخذ إنجازي اللي حكينا عنه قال كل الدعم يعني أشار لمدير النادي إنه كل الدعم يعني إحنا حكي كلمة حلوة قال إحنا عم نصرف كتير وقليل فهذا الإنجاز لازم يعني كل الدعم لإله يعني هاي الكلمة لحالها فتح هاي كتير أبواب أنا أنا سعيد فيك أحمد سعيد بسري وسعيد وفخور وهو راح قعد مكان موسى التعمري نعم 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 هذا فعل خير موسى أفخر لكل الأردن أنه بده سير لاعب ولا بده يخطب زي موسى سيدي أحلى سعيدين فيك كبتن أحمد العكوش المدير الفني المنتخب أو نادي مدينة الأمير الحمزة لا أنا المنتخب والمنتخب كمان إحنا مبسوطين فيك وإنك أنت موجود وقريب من سري لأنه يبدو في كمستر في كيميا هذا شيء مهم جدا في الرياضات الفردية سري نبارك لك بالتوجيه إن شاء الله السنة الجاي إن شاء الله بإذن الله جاهزين أكيد إن شاء الله يا رب التوفيق شرفتونا جبناكم العقبة مشوار ولكن بتستحقوا أكثر منك أهل وسعك أهل وسعك أهل وسعك أهل وسعك